هذا أصغر وأجمد هاتف في العالم خلي أحكي لكم عنه سلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع ويا رب يا رب انصر أهلنا ثبت أهلنا ارحم أهلنا ارفع عنهم هذا الكرب يا رب العالمين يا أخوان لا تنسوا الدعاء لا توقفوا دعاء لا توقفوا دعم خلص هي حياتنا ماشي هيك حاليا لازم نضلنا معهم هم بيعانوا احنا بندعم بأي طريق عيش حياتك لكن لا تنساهم بالمرة بصلاتك مهم جدا آخر الشغل بطلبها دائما نرجع لرب العالمين نرجع لرب العالمين ونرضيه حتى يرضينا لا إله إلا الله شركة أوليفون للي ما بيعرفها بالمرة هي شركة صينية متخصصة بصناعة الهواتف الجامدة الجامدة القمدة فشخ صح الكلمة يا حكيم؟ محمد حكيم دائما بحكي لنا باستخدم كلمة فشخ بطريقة مش صحة فهي قمدة فشخ الجهاز يتحمل الصدمات ولكن يمكن أنت من الناس اللي ما رح تشتريه اللي بدي يشتري هذا الجهاز بالعادة بدي يكون بيشتغل بمنجم فحم وأماكن صعبة الوصول وأماكن فيها إحجار وتكسير لذلك مش أي حدا بيشتريه ولكن اللي عجبني بالسلسلة الجديدة أنه عاملين نسخة ميني يعني جهاز صغير لكنه ورضه مش صغير زي ما أنت بتخيل نوعا ما حاجمه صغير لكن وزنه 300 غرام أعطيني هاتف فلاكشب وزنه فوق 230 أو 250 كل الهواتف أقل 250 فهذا هو غريب فحبيت أحكي عنه بصراحة لأنه شكله غريب مواصفاته غريبة نوعا ما ممكن يعجبه هذا الهاتف ضد الصدمات ضد البشرية ضد الحروب ضد الأعاصير ضد كل شيء ضد الإنسانية زي بعض الدول العائلة اسمها أوليفون آرمر ميني كلهم ميني بعدين 20 تي برو 20 برو 20 بدون برو 4G الفكرة منهم أنهم حجمهم صغير أبعادهم صغيرة عشان تستوعب قدش أن الحجم صغير الشاشة 4.7 إنش تتذكروا هذا الرقم زمان ما شفنا رقم زي هيك فهو فعليا حجم الجهاز صغير لكن وزنه وسماكته بدناش نحكي عنها لأنه وزن 300 غرام يعني لو ضربت حدا فيه ممكن يودع أقل النسخة هي العادية 4G عنده معالج Helio G99 هذا ليس أقوى معالج أنتم عارفين لكن مع معالج متوسط أما الجهازين الآخرين المفروض أنه يعني أداءهم أعلى عنده معالج دايما من 66300 هذا المعالج أقل برضه من الفئل يعني مش أفضل معالج في الفئل المتوسطة أنا بعتبره ما بين المتوسط والاقتصادي فالمعالجات ليست الأفضل بصراحة أول شيء بيميز هذا الجهاز كاميرا للأشعة تحت الحمراء رح يشوف بالعتمى فعليا إذا أنت بالناس بتحب المغامرات ممكن تروح على الغابات وتشوف بالليل في أسد في نمر متخبي دب ذئب يعني تدير باكة حالك عنده فلاش حتقول لي سيزار ما كل أجهزة عندها فلاش نعم بس هذا الفلاش فيه 130 LED يعني مش فلاش عادي هذا ضو بعطيك 500 لومينوس يعني ضو بيضوي بقوة كبيرة فأنت بالليل معاك ضو قوي جدا بس البطارية بدأتدبر حالها هيك صح؟ كمان عنده معيار IP68 وعنده معيار IP69K هذا المعيار اللي هو بقاوم ضغط الماء العالي والستيم البخار العالي وما إلا ذلك وعنده معيار MILSTD810H لومقاوم للصدمات فهو فعليا محصن محصن ضد الصدمات صعب تكسره شاشته عاديه LCD بتردد 90 هرت لكنها مقاومة للخدش ومقاومة للصدمات يعني ما بتنكسر وفي عنده كاميرا 50 ميجا بيكسل عليها حساس 1 على 1.31% إنش أعتقد أنه هذا الحساس كبير استغربت الصراحة وجود هذا الحساس بهيك تليفون أما البطارية فهي 6200 ميلي أمبير بشكل عام البطارية كبيرة والشاشة نوعا ما صغيرة فالسحب هيكون قليل ولكن إذا استخدمت الفلاش شعارف قديش هيضل معك فلاش يعني هيضل الحارة كلها وبيدعم شحن سريع 33 واط وبيدعم شحن لسلكي 15 واط يعني هاي الشحن لسلكي حسيته دلع مين دي شحن لسلكي هذا الجهاز؟ محدش سعره 370 دولار ممكن تشتري هيك جهاز؟ احكيلي